الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في لقاءنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب الواحد والأربعين بعد ستمائة باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر في هذا الباب حديث واحد هو الواحد والأربعون بعد السبعمائة راوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن صخطها ففي حلبتها صاع من تمر هذا الحديث يبين لنا أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاملات التي يترتب عليها الغش والخداع في البيوع وتؤدي إلى الضرر بالبائع أو المشتري في هذا الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن من ابتاع محفلة أو مصرات يعني محفلة أو مصرات الداب البقرة الناقة الشاء التي تترك أياما دون أن يحلبها صاحبها لماذا؟ حتى يمتلئ ضرعها فعندما يأتي لبيعها يظن المشتري أنها حلوب كثيرة اللبن وبالتالي يزيد في ثمنها لكن بعد حلبها يطلع عليها عيبها فيكون قد اشتراها بأكثر مما تستحق وبذلك يكون البائع قد غرر وخدع المشتري وظلمه لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتري بالخيار بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها لكن لما اشتراها وظهر له قلة لبنها له الحق في ذلك كم يوم ثلاثة أيام وهو مدة الخيار فإن رضي أمسكها إن أحبها ورضى بها فلو الحق في إبقائها وإن سخطها كرهها له الحق أن يعدها إلى صاحبها لمدة ثلاثة أيام وفي حلبتها لبن الذي انتفع به يعطيه مكانه صاع من تمر لصاحبها الأول والأول البائع يرد للمشتري الثمن لكن الحلبة هذه يدفع المشتري للبائع صاع من تمر عوضا عن الحليب الذي شربه هذا الحديث يدل على تحريم تصرية الغنم عدم حلبها وكذلك يعني الإبل والبقر ولو كان ذلك جائزا لما كان للمشتري الحق في رد الشات المصرى أي المحفلة أي التي تركها صاحبها بدون أن يحلبها أياما كذلك البقر والإبل بيحرم تصرياتها في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم والحديث متفق عليه وفي رواية لا تصر بالنفي وهو أبلغ وفي الحديث الصيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الحيوان إذا أريد بيعه ثانيا من المستفاد أن المشتري الحق في رد المصرى لمدة ثلاثة أيام على أن يدفع لصاحبها صاعا من تمر مقابل ما شربه من لبنها سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا لما جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتنبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر هذا الحديث متفق عليه وهذا مذهب الجمهور لكن الإمام أبي حنيفة يرى أنه ليس له أن يردها وإنما يرجع على البائع بنقصان المبيع يقول إن هذه ثمنها أغلى الذي أخذت ثمن غالي لابد أن ترد لي بعضا من القيمة التي أخذتها لكن جمهور العلماء أجابوا بحديث هذا الباب بحديث هذا الباب لكن الإمام أبو حنيفة ومن تبعه قالوا أن هذا الحديث حديث الباب وغيره بأنه مضطرب لأنه ذكر التمر مرة والقمح أخرى وقالوا إن هذا الحكم منسوخ وأجب أن الطرق صحيحة كلها في الأحاديث فلا اختلاف ولا اضطراب فيها وأما النسخ فإنه لا يثبت بالاحتمال وبناء على ذلك فالصحيح هو رأي الجمهور فإن احتلبها فله أن يبقيها أو يردها في الثلاثة أيام ويدفع لصاحبها الأول البائع ثمن ما أخذه من اللبن صاع من تمر كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم والله أعلم